السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اخواني مجددا على قناتكم ارجو ان تكونوا بخير وعلى خير فيديو اليوم ان شاء الله راح نحكي فيه على تاريخ استيراد السيارات الجديدة لاني لاحظ الكثير منكم رام مهتم بهذا التاريخ ورام يحوسوا على هذا الجواب ان شاء الله راح اخصص هذا الفيديو للاجابة على هذا التساؤل الكثير مننا يعرف ان واكيل باش يجيب سيارات من الخارج لازم يتابع مجموعة من الخطوات هذه الخطوات تستغرق وقت معين الفيديو اليوم راح نحكي على هذه الخطوات وش حال تستغرق وقت باش يجيبه السيارات الى الجزائر ان شاء الله كما يعرف الجميع الواكيل اول حاجة لازم يقدم ملف من اجل حصول على رخصة مؤقتة من اجل استيراد السيارات من الخارج ماذا يقدم هذا الملف بعد صدور دفتر شروط السيارات في الجريدة الرسمية وكما يعرف الجميع ان دفتر شروط صدر في 19 اوت سنة 2020 الملف هذا كان واثيقة هي اللي كما يقولون تتعرق لشوية الوكالاء باش يدفعوا الملف التاحهم الى وزارة الصناعة الورقة هذه وشني هي او الواثيقة لازم عليهم يجيبوا عقد او عقد تفاهم بين المصنع او المانح للسيارات والوكيل في الجزائر وشني مقتضاها باللي يلتزم هذا المصنع والمانح بتمويل الوكيل بالسيارات لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على الاحتمال النهائي احتمال النهائي شيء آخر نهتم بالرخصة المؤقتة لما يجيب الملف الخاص بطلب الرخصة المؤقتة يدفعوا الى وزارة الصناعة وزارة الصناعة لما يدفع الملف تعطيلوا وصل تسليم الملف باللي حط هذا الملف مثلا الوكالاء نفترضوا قدموا الملفات التوحم في 23 اوة 2020 مثلا نفترضوا هذا هو الوقت اللي حطوا فيه الملف الوزارة الصناعة راح اتجاوب الوكالاء على الطلبات التوحم باللي مقبولين او مرفوضين بعد شهر من تاريخ وضعهم الملفات في وزارة الصناعة معنتها اقصى تقدير اقصى تقدير بتجاوبهم هو 23 سبتمب سنة 2020 بتجاوبهم اسكو قبلوا لهم الملفات التوحم ولا ما قبلوا لهمش الملفات التوحم هذه الحاجة اللولة الحاجة الثانية بعد قبول الملفات الوكالاء كاين ووكالاء وخدخرين مايش هتقبل الملفات التوحم وزارة الصناعة وش راح ادي راح تستنى 15 يوم اخرى باش الوكالاء اللي ما قبلش الملفات التوحم بيقدموا طعون معنتها حتى الوكالاء اللي تم قبول الملفات التوحم ماهمش راح يجيبوا طنوبيلات حتى يستنىوا 15 يوم هذيك وكاين ووكالاء وخدخرين حيقدموا طعون او مايقدموش طعون نفترضو في الخمسطاشن يوم هذيك ماكيش طعون ما حتى واكل ما قدم طعون معنتها الوزارة الصناعة 23 سبتم بزيدو حسبو 15 يوم تبدأ نديرو 23 سبتم بنديرو سبعة بنكملو سبتمبر 8 اكتوبر باش يزيدو هنا بيتعاملو مع الوكالاء ويتم اعداد الوثيقة النهائية وقائمة النهائية للوكالاء هنا وزارة الصناعة راح تدير اجراء اخر اللي هو نظام الحصص راح تقسم نظام الحصص على الوكالاء التوحى اللي قبلت لهم الملفات هذه نحكي عن الحالة الاولى هنا نظام الحصص كذلك راح يدرسوه وعلى اقل شيء راح يستغرق نقوله 12 يوم عنتها 20 ارانا في اكتوبر 20 اكتوبر والحد الان مازال ما يجيبوش طنوبيلات راح يقولو لهم انتا شحال تجيب حصص وانتا شحال تجيبو 20 اكتوبر بيطولهم الترخيص النهائي وشحال يجيبو السيارات بعد حصول الترخيص النهائي والواكال عرف شحال يجيب طنوبيلات هنا الواكيل لازم يتصل بالمصنع المصنع السيارات اللي راح يجيب عليه مثلا هنا يقدم له شحال مثلا عنده 10.000 سيارة في هيوندي نحكي على هيوندي المصنع ما يكونش عنده السيارات جاهزة في البرك التاعه لازم يجيب لك سيارات ينتج لك سيارات أو يصنع لك سيارات بناء على طالبة تاعك طالبة تاعك والمواصفات الليك تحوس عليهم فالطنوبيل واللون واليزوبسيوم هذوك تعالى بياس وهذوك كثيرا بناء على طالبة تاعك يخدم لك 20 أكتوبر هنا نقوله المصنع السيارات أنا اتصلت مع واحد كان يقال لي أكثر شيء لكوموند يخدمها لك المصلح في مدة 20 يوم 20 يوم تكون الاخر تاعك الكموند تاعك واجدة معنتها هنا نزيده 20 أكتوبر نزيده 20 يوم أخرى معنتها راح نروحوا النوفم 10 نوفمبر يكملوا لك لكوموند تاعك بيشحنوا لكوموند تاعك وتوصل إلى اليزائر وكان واحدة الإجراءات كذلك تقوم بيهم اللي هما بيش تتحول دراهم الدينار وتخلص المصنع نديروا إجراءات هذه إجراءات الشحن وإلى تزيد عشر يوم نديروا مثلا عشر يوم توصل السيارات إلى الجزائر معنتها 20 نوفمبر إن شاء الله راح تكون كاينة سيارات في الجزائر 20 نوفمبر توصل أول كوطة سيارات إلى الجزائر هذه في الحالة العادية ما كان حتى طعون ما كان ويلو ما كان حتى بيروقراطية هذه في الحالة العادية نفترضوا أن تكون الحالة العادية نحكيوا على الحالة الثانية اللي هي مثلا تكون طعون إذا كانت كاينة طعون معنتها وكلاء واخذ أخرين راح يقوموا بدراسة الملفات التحم هذا كدراسة الملفات التحم أو دراسة الطعون تزيد شهر آخر على المدة العادية معنتها إذا كانت الدخول على السيارات الجديدة في 20 نوفمبر إذا ما كانش تكاين طعون راح نزيد مدة أخرى اللي هي شهر آخر معنتها السيارات إذا كانت كاينة طعون راح يدخل في 20 ديسمبر 2020 معنتها أول كوطة راح تكون كاينة في 20 ديسمبر 2020 إن شاء الله معنتها قريب من الدخل إلى سنة 2021 هذه في الحالة الاستثنائية إذا كانوا كاينين طعون هذا هو تاريخ استيراد السيارات الجزائر خاوتي حتى واحد ما يغلطكم ويقول لك السيارات راح ينشد العديد من الصفحات وراه يتغلط في الشاب وتقول لك السيارات راح يكونوا كاينين في سبتمبر يا خاوتي أنا هذه بناء على المعلومات اللي راني نعرفها وراني شرحتكم وطيتكم بالدليل إن شاء الله تكونوا فهمتوني وحتى واحد ما يفهمني غلط لأني أنا مذابية أسمان الجاي يكونوا كاينين طنوبيلات بالصح أنا مذابية تكون كاينة حقيقة ومصداقية في القناة وما نكذب علىها حتى واحد معنتها إن شاء الله على حسب التقديرات التواعنة وإذا كانت الظروف عادية نقول الظروف عادية الطنوبيلات سيكونوا كاينين في 20 نوفم 20 نوفم إن شاء الله توصل أول كوطة للسيارات إلى الجزائر إذا كانت حالات استثنائية وكانت طعون راح يكونوا 20 ديسم بيوصلوا طنوبيلات معنتها نقدروا نقولوا 2021 ماش حتى واحد ما يغلطكم هذا كله ما في فيديو اليوم اللي عنده أي تساؤل ولا يخليه في التعليقات وإن شاء الله راح أجاوب على جميع التساؤلات التحكم وماذا بي تبورتاجي والفيديو بيوصل إلى أكبر عدد من المشاهدين باش ما يغلطكم حتى واحد ويقول لك سيارات باللي كاينة سبتمبر ومبعد تصطدموا بالواقع ومتكونش كاينة سيارات والسلام عليك